كل ما يثار في الوقت الحالي عن حقل نور عبارة عن مجموعة معلومات متدولة غالبا لا أساسة لها من الصحة غالبا ليه؟ لأن اتفاقية حقل نور حتى الآن تحت التوقيع أعتقد أنه حصل خلط ما بين حقل نور وما بين التقارير الموجودة لدى وزارة البترون من فترة طويلة لأن هناك احتياطيات كبيرة في منطقة المياه الاقتصادية المياه العميقة على حدودنا الاقتصادية في البحر المتوسط وهناك توقعات بنسبة عالية جدا أن تكون هناك بعض الاكتشافات أكبر من حقل زور عزيم جدا لكن كل ما يثار عن حقل نور أعتقد أنه ليس له مرجعية هناك أساس لهذه التوقعات أنه ممكن نوصل لحاجات اكتشافات أكبر من حقل زور لكن عادة نحن جهو قطاع البترول لا وزير البترول سابق ولا وزير البترول حالي ولا وزير البترول لاحق بيعلن عن كشف تجاري لبئر لأن دي مسئولية الشريك الأجنبي اللي بيتولى عمليات البحث والاستكشاف ومسئوليته أنه هو يقدر الاحتياطي ويبلغنا به علشان فيه بعد كده مجموعة من الإجراءات بتتم لهي الاتفاق على الأسس اللي هيبتدي يشتغل عليها الاقتسام والحاجات اللي زي كده فكل ما يصار حول نور هي موضوعات استباقية بالنوقت طبعا على كلام حضرتك لأن في حالة وزير البترول قال إنه ما فيش أي كلام رسمي بخصوص هذا الحق لأنه الناس بتعمل إيه؟ هقولك بعض الأخبار يعني بعض الناس القبثاء قولك الحكومة قالت إن فيه حقل نور وتلعي ما فيش حقل نور لسه الحكومة قالت من سنتين ثلاثة إنه حقل نور ده هيعمل وهايسوي وإحنا لسه بنمضي الاتفاق النهاردة بغرض إيه؟ بغرض أن يفقد الثقة في الحكومة ومصدقياتها في تدول أخبار جهة رسمية فأنا بقوله هو كلام مواضح وصريح وزارة البترول لم ولن تعلن عن أي احتياطيات مؤكدة أو كشف تجاري اللي بيعلن عنها الشريك الأجنبي يعني ده بيأثر على سعر السهم بتاعه في البورصة العالمية ودي مسئوليته فيه مصلحة يعني بتكون ليه أنه يعلن الكلام ده؟ لازم طبعا يعني أدريك مثال حقل ظهر يوم أن تم الإعلان بالكشف التجاري عن حقل ظهر شركة إيني أسهمها في البورصة زادت قيمتها وفي هذا التوقيت على ما أذكر أنه شركة جاز بروم تقريبا أو ريش بيتروليا مش متذكر حد ببتدى الأول خد 10% بسعر كان حوالي 460 مليون دولار بعدها بشوية صغيرين في 10% لسه متبعين قريب لشركة مبادلة الإماراتية بـ 1200 مليون دولار فهنا سعر السهم كل يوم بيزيد نظرا لتزايد مش الاحتمالات نظرا لتزايد الإنتاج فعليا على الأرض فهنا دي مسئولية ووظيفة الشريك الأجنبي أن يعلن عن الكشف التجاري لأنه بيأثر على سعر سهمه المتدور في البورصات العالمية وإن غش فهناك مسئوليات جنائية بتقع عليه في البورصات العالمية تصل إلى حد الشب وسجن بعض مسئوليه لأنه فيه تدليس فيه البيانات قدت إلى رفع سعر سهم أو قفضه بما يؤثر على يعني بنسمى تلاعب طبعا فهنا لازم نبقى يعني الدقيقين شوية في هذه المعلومات وإحنا بنتدول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر